في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تفاصيل اعتقال زعيم حزب الحل جمال الكربولي المصدر قال نقوة من لجنة مكافحة الفساد في مكتب رئيس الوزراء اعتقلت ليلة الماضية الكربولي من منزله وسط بغداد وفق مذكرة قبض قضائية صدرت بحقه على خلفية تهم فساد مضيفاً أن مذكرة القبض صدرت في الرابع من الشهر الحالي وعشر المصدر لأن الاعتقال شمل لؤي الكربولي وهو أحد أقارب زعيم حزب الحل وأن هناك معلومات عن وجود أمر باعتقال شقيقه النائب في البرلمان محمد الكربولي بعد رفع حصانة البرلمانية عنه ووفقاً للمصدر ذاته فإن عملية القبض على الكربولي جاءت بعد اعترافات أدل بها رجل أعمال يدعى بهاء الجراني حول ملفات فساد أثناء وجود شقيقهم أحمد الكربولي في منصب وزير الصناعة عام 2010-2014